اشتركوا في القناة للقرآن والاستفادة الكبير جدا من التقنية ومنصات التقنية المختلفة من خلال تطبيق ننطلق منه إن شاء الله لمواصلة نشاط المركز الإسلامي بفينا ومن خلال دروس في القرآن والتجويد ودروس عامة خلال الأسبوع كذلك سيكون إن شاء الله هناك دروس للمدرسة المنارة واللغة العربية في مدرسة نبيل وبرنامجنا للإسلام للأطفال والإسلام للشباب كل هذه بإذن الله الأنشطة ستنطلق إن شاء الله خلال هذه الفترة القريبة تابعونا على موقع المركز الإسلامي بفينا وعلى حسابنا في التويتر وحساب الفيسبوك ومتابعة هذه الجداول للمشايق والأئمة وللمعلمين والمعلمات الذين إن شاء الله سيقفون على هذه البرامج التفاعلية سيكون هناك برنامج للغرف المعروفة للاجتماعات والبرامج التعليمية ستكون تفاعلية وأدعو الجميع بالاستفادة من هذه والدخول لهذه البرامج حسب أوقاتهم حسب رغباتهم وهواياتهم واهتماماتهم هذا جانب مهم جدا الجانب الآخر لا تبخل علينا ولا تبخل علينا بالنصح والاقتراحات فنحن منكم وإليكم ونتمنى أن نقدم لكم كل ما فيه فائدة نعلم بأن هذه الجائحة جائحة كورونا وهذا الوباء الذي انتشر في العالم له آثار السلبية على البشرية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عاجلا غير آجل عن البشرية وعن الإسلام وعن المسلمين وأن لا يري أحدا مكروه وبالتالي استثمارا لبقاءنا في المنازل أو هذه من الأمور التي يجب أن نلتزم بها لصالحنا فالبقاء الأشخاص في منازلهم مؤكد لها دور كبير جدا في عملية الحدم الانتشار الوباء ابقوا في منازلكم ونحن إن شاء الله سنتواصل معكم بإذن الله نحن نعمل ليل نهار نحرص كثيرا على أن تعود على الأقل عدد محدود من مناشط وأنشطة المركز لتصلكم في منازلكم أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم الصحة وأسأل الله سبحانه وتعالى لأنكم العفو والعافية وإن شاء الله يبلغنا شهر رمضان والنصومة سويا ونقيم صلاوات ونعود إلى مسجدنا ومراكزنا ومراكزنا الإسلامية المنتشرة في النمسا وفي العالم كله وعلى رأسها تلك الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى عموما سعيد جدا إن شاء الله بهذه الانطلاقة وقد يكون من ثمرات مثل هذا الوباء الذي أبقانا في منازلنا أن نعيد التفكير في حياتنا وفي علاقاتنا بربنا وفي أسرنا وفي أولوياتنا أن نرتب أولوياتنا والعلم الأهم هذه الأولويات أن يحظى الجميع بتعليم القرآن ويهتم بتعليم القرآن وتجويده وتفسيره وهذا ما يتركز عليه إن شاء الله برامجنا أو عدد من برامجنا تبدأ إن شاء الله الساعة الخامسة والنصف يوميا حتى السابعة أو السابعة والنصف وهي بلغات العربية والإنجليزية والألمانية ونتمنى إن شاء الله لجميع الفائدة ولكم التحية وآخر دعمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله سيدنا محمد على صحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة